موسيقى أهلا بكم في برنامجكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب أظهر استطلاع عالمي لعام 2021 زيادة ملحوظة في معدلات الجريمة في بعض البلدان العربية أكثر من غيرها بعيدا عن الأرقام الرسمية الحكومية وقد احتلت العاصمة بغداد المرتبة الثانية بعد دمشق في ترتيب الدول العربية من حيث معدلات الجريمة وفي ظل الفوضى الأمنية التي يشهدها العراق وانتشار السلاح المنفلت على نطاق واسع وثقت كاميرات المراقبة لحظة هجوم مسلحين في منطقة الغدهير في العاصمة العراقية بغداد على أحد المنازل وتسببوا بترويع قاطني المنزل وسكان المنطقة وفقا لمصادر محلية ويذكروا بأن مقطع الفيديو يبين وقوفه لسيارة نجدة لوقت طويل دون أن تتخذ موقفا لفضل النزاع بين الطرفين ليستهجن رواده منصات التواصل الاجتماعي في العراق التخاذل الأمني كما أسموه دعونا متابع ما رصدته إحدى كاميرات المراقبة في منطقة الغدير بالعاصمة بغداد طبعا هذا ما رصدته كاميرات المراقبة وتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي نلاحظ هذا الهجوم على أحد المنازل في منطقة الغدير بالعاصمة بغداد وكما أشرنا بأن بغداد احتلت المرتبة الثانية عربيا بارتفاع معدلات الجريمة بعد العاصمة السورية دمشق بحسب أحد الاستبيانات العالمية نلاحظ هنا تشابك بالأيدي بين أحد النساء وبين المسلحين وكذلك بين الرجال ووقوف سيارة النجدة كما نلاحظ دون تدخلها أو تدخل عناصر هذه النجدة لفض هذا النزاع وهذا الهجوم المسلح تفاعل الجمهور العراقي كما أشرنا وعبروا عن امتعاضهم لموقف سيارة الشرطة ومنهم من علق وقال كسيف قال متهكما نشكر رجال الشرطة الأبطال لجهودهم المبذولة والشعور العالي بالمسؤولية من خلال التفرج على هذه المشاجرة أما ضرغام أياد اللامي فقال دائما نشوف بالأفلام من تخلص العركة يجون الشرطة بس بالعراق الشرطة يباعون وحواجيز مروان النداوي علق وقال من خلال المقطع جقد القانون ضعيف وما إلى أي هيبة ولا احترام يعني بوجود قوات الأمن وهي شي صدق بلد تاية أما عارف قال عارف نوري قال نشكر جهود أبطال الدورية لحماية المعتدين من أهل البيت الآمنين يقول عرفته العراق شبيه يعني كانت التعليقات أغلبها أغلبها متهكمة وتعبر عن السخط ولما يصل إليه الحال أو ما وصل إليه الحال في العراق وخاصة هذه العاصمة يعني عاصمة بلد يجب أن يكون فيها الأمن على أعلى درجات المسؤولية من قبل المسؤولين فكيف هو الحال بالمحافظات الأخرى يعني فقط نذكر ونعيد بأن الاستبيان الذي رصد الحالة الأمنية للعواصم العربية لعام 2021 سجل زيادة ملحوظة في معدلات الجريمة في بعض البلدان العربية وكان هذا الاستبيان بعيدا عن الأرقام الرسمية الحكومية وقد احتلت كما قلنا العاصمة بغداد المرتبة الثانية بعد دمشق في ترتيب الدول العربية من حيث معدلات الجريمة طبعا لا يخفى على أحد بأن انتشار السلاح وبيعه في بعض الأماكن هناك أسواق لبيع كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك حتى وصل الحال إلى أن هناك مواقع الإلكترونية تبيع هذه الأسلحة وتنتشر الأسلحة في العراق هذا أحد الأسباب لانتشار الفوضى وكذلك الميليشيات المنتشرة والنفوذ نلاحظ بأن من لديه نفوذ في الحكومة من لديه نفوذ في الميليشيات يستطيع أن يتحرك وأن يعبر السيطرات الأمنية دون محاسبة معنا اتصال أبو مالك من أمريكا أبو مالك شاهدنا هذا المقطع هجوم على بيت في حي الغدير في العاصمة بغداد وجود سيارة للشرطة أرقام عالمية تسجل العاصمة بغداد من ضمن أسوأ العواصم من الناحية الأمنية وبارتفاع معدلات الجريمة فيها رأيك أبو مالك أستاذ أمر يعني هذا موش يغلب عليك ولا عليك نعم نعم الأمن مفقود داخل العراق والإصلاح بيد الميليشيات والميليشيات هي هذة اللي تحكم والعشائر طبعا هذول الميليشيات كلها مرتبة بعشائر أكيد يعني إذا صار خلال احتياجي راح يستخدمونها إلى استحالي التولة نعم وناس الصف ناس لأنه مثل عندنا بالعمية يقول إذا غاب القطة العبيافار قانون ماكو بالعراق كل سول وجون الميليشيات براحتها لماذا لا يوجد قانون لماذا لا يوجد قانون في العراق لأنه ماكو سياسيين حكومة ماكو أبو ساد عمر نعم ماكو حكومة دولة كلهم عملاء ديول نعم عدنا سابقا بالنظام الأصلي الخيانة العظمى يحالي محكمة ويعدم للإعدام ثلاثة أربعة السياسيين اللي عندك هم ديول تابعين لإيران وكانوا يحاربون مع الجيش الإيراني اليوم قادة السياسيين دا يحكمون بالعراق ما أعرف يا أخي يعني دا تغرب هذا الشعب العراقي الشعب المتقبل هاي لديول يعني ما يعرفون تاريخهم وبالمناسبة الساد عمر إذا تسمح لي أكون عندي رسالة لدوجها سيد رئيس الوزراء نعم عن طريق قناتكم الموقرة نعم تفضل إذا تنطيني مجال فالدقيق تفضل تفضل تحليقا على موضوع الحوار الوطني فأسأل رئيس الوزراء الكاظمي أين كنت من هؤلاء السفلة منذ سلامهم الحكم عام 2003 ولحد يومنا هذا هل كنت خارج العراق أو أنت أحد المشاركين بالعملية السياسية ماذا تمتظر منهم ماذا قدموا للشعب العراقي غير الخراب والدمار ويرجع البلد قرون للخلف لا صحة لا زراعة لا صناعة لا تربية وتعليم جفاف الأنهور جوع لا أمان لا عمل لا سيادة للبلد لا احترام للجواز العراقي تارج البلد حيث أصبح من أسوأ الجوازات في العالم ماذا تتوقع من هؤلاء السلفة للوسائل كثيرة السياسية عندما تحاول عوزتهم إلى تشكيل حكومة وافقية هذا يعني بأنك شريك معهم بتدمير العراق والزهاد به إلى الهاوية فإذا كنت وطني وشريف وصاحب ضمير تستقيل من منصبك وتترك القرار للشعب العراقي هو أن يقرر مصيره نعم لأن الشعب منطب حاليا أمام المنطقة الغبراء وكلمته ما تستثنى بتغيير هذه الوجوه كلها نعم ولكم جزيلا شكرا أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية معنا أبو عمر من بغداد أبو عمر مقطع من منطقة الغدير بالعاصمة بغداد يظهر هجوم على أحد المنازل في هذه المنطقة يعني رصلتها كاميرات المراقبة ليست الحالة الأولى وللأسف ربما لن تكون الحالة الأخيرة في ظل فوضى السلاح وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمة في العراق وانتشار السلاح في العاصمة بغداد وفي المحافظات العراقية الأخرى كيف تصف ما شاهدته من خلال هذا المقطع أستاذ عمر وحيال الله أستاذ المشاهدين الكرام يا هل أبيك أستاذ عمر بالنسبة لحالات اللي جاعد يصير عندنا باختيالات أو الحالات التي تعد على المواطنين الأبرياء في دورهم أو في محلاتهم أو في عملهم كل الأمور اللي جاعدة بسبب سلطة الأحجاب والسلاح الممتلي والحكومة اللي يقدر نقول أنا ما إبش حكومة حرافية أو حكومة وطنية تحاسب هذه الميليشيات وتحاسب هذه الأحجاب أما هذه سيارات الشرطة هم أيضا من الميليشيات ومن الأحجاب جاعدهم لو كانوا أنه الرجال أمن ورجال وطنيين لكان حاسبوا هذه الميليشيات وحاسبوا هذا السلاح الممتلي هم العرطون منهم أصحاب السلاح ومن عرطون أصحاب أشخاص الذين يأتون إلى منازل أن الناس العجل ويتهاجمون عليهم بدون أي أسوال بدون أي مضررات يعني أنت تعرف بأنه أعداد أعداد الأفراد وزارة الداخلية ليست بقليلة والميزانية التي ترصد لوزارة الداخلية كبيرة جدا لماذا لا يبنعون هذه المظاهر مظاهر الهجوم على المنازل عبور السيطرات وهم مدججين بأسلحة ليش ما يصير هذا الشيء أستاذ أستاذ أمر لأنه عدنا بالعراق سلطة الأحجاب أقوى من سلطة وزارة الداخلية وزارة مديرية الاستخدارة أكبر هي قوة عدنا قوة الميليشيات يعني ما حل ما يقدر يحاسبهم لأنه عدنا بوزارة الداخلية أيضا من ضباط الدنيت وضباط الأحجاب اللي موجودين عدنا فهم مدعومين من قبل هذه العناصر من قبل هذه الأحجاب من قبل هذه الهجنال اللي جاعدين اللي يتفعون بهم فما ممكن أنه حسابهم لأنه قوة عدنا دي يعرف كل الأمور هذه جاعد يصير عدنا وهذا تسجيح منه قوة وتسجيح الدولة وتسجيح وطني لأنه تخلي صورة حد هذه الأحجاب هذه الأحجاب لازم أنه يجب أن يكون الخلاص عليها والقدار عليها من أجل أن يكون الوطن في العراق يوم من أجل أن يكون مجارة مجارة داخلين الجديدة غير هاي الضباط الموجودين غير الضباط هاي الدنيت غير الطاقة الموجودين كلهم تابعين من الشياء إيرانيين وتابعين إلى إيران وتابعين إلى قيادة في عماء ميليشيات وهادي العامل وخيص الغزاني وكل ما يدور يحكم يكون تابعين إدهم فما كلهم سلطة يعني أن تحقو من هذه الوزارة الداخلية لأن الموجودات الداخلية هي تابع الميليشيات فكيف يحاسب الشخص يكسب نفسه هذه لا يمكن أن يكون محاسبة محاسبة من أجل المتاكد الحجران لا يمكن أي جهة وأي جعوة تحاسبوا بها هذه الميليشيات أو تحاسبوا بها هذه القضاء العراقي وانتشخ يعني أي سهمة شافة أو سمعة وتم المطالبة بهذه السهمة وما اصرح أي تصريح وما اتخذ أي قرار لأن القضاء عندنا مسيط هالقضاء إيراني تابع لهذه الأحجام أنا أشكرك أبو عمر بن بغداد كان معنا مستمرون معكم عزيز المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات عديدة نناقشها معكم نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد يواجه سكان محافظة البصرة جنوب العراق خطرا بيئيا يتمثل في ارتفاع اللسان الملحي في مياه شرط العرب فضلا عن معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة التي تبلغ أحيانا 53 درجة مئوية وتصحبها رطوبة عالية مع تذبلب في التيار الكهربائي وقبل سنتين حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطر تكرار أزمة المياه في محافظة البصرة وذلك في حال لم تقم السلطات بتدارك الأمر وحل مشكلة تلوث المياه هناك وفي عام 2018 تم نقل نحو 120 ألف شخص إلى المستشفيات في المحافظة جراء تلوث المياه مما أثار احتجاجات كبيرة ضد انعدام الخدمات في بلد يحتل ضمن أكثر البلدان فسادا في العالم وبحسب تقريرها بيّنت المنظمة بأن الحالة السيئة السيئة عموما لنوعية المياه قد تضاعفت على الأرجح بسبب ازدياد الطحالب في ممر شط العرب المائي بالبصرة وأشارت إلى أن الطحالب والتلوثة وارتفاع نسبة ملوحة يمكن أن تسبب معا أزمة صحية جماعية وتعاني محافظة المصر من مشكلة قلة مياه الشرب والري وتأهير مجرى الأنهار والروافد من إيران وإطلاقها مياه البزل المالحة إلى شط العرب إضافة إلى عدم وجود مشاريع لتحلية المياه ومعالجة التلوث البيئي بالإضافة إلى وجود العدد الهائل من الآبار النفطية وتقدم اللسان الملحي على المناطق الزراعية المطلة على الانهار والقنوات الإروائية وعدم استخدام الطمر الصحي لتترسب في المياه السموم بكافة أشكالها مقطع متداول لمواطن من محافظة البصرة يصاب بالهلع جراء انتشار الطحالب الحمراء السامة ظاهرة المد الأحمر بكثافة عالية في مياه شط العرب في البصرة فلنمتابع هذا المقطع هماي شط دخيبك يا ربي شوف هماي يا الله دخيبك شيني خوف وروح لحشيني خوف شوف راكب موكينة يا الله دخيبك شوف سفيد جير منذ ارتفاع درجات الحرارة وتواجه محافظة ديالة العراقية أزمة مياه خطيرة تهدد كل جوانب الحياة فيها وخصوصا القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه نحو 65% من سكان المحافظة التي كانت تتمتع بنهر دائم الجريان هو نهر ديالة الذي يمر عبر مختلف مدن المحافظة الواقعة شرقي البلد قبل أن يتحول إلى أشبه بجدول صغير إثر تغيير إيران مجرى رافده الرئيسي القادم من أراضيها وعملت إيران أكثر من مرة إلى تغيير مجرى روافدة عدة ضمن حدود الأراضي الإيرانية الأمر الذي أدى إلى تداعيات بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في محافظة ديالة وتزامن ذلك مع شحن في تساقط الأمطار في الشتاء الماضي ناشط من ديالة يشكو تحول نهر ديالة إلى مبزل بسبب الجفاف فلنتابع اللي شوف هاي المشاهد رأساً يتخيل في باله أنه أنا أتواجد حالياً في أحد المبازل الغير مكرية أي ما منظفة لكن بالحقيقة أنا أتواجد أهم نهر في محافظة ديالة اللي هو نهر ديالة اللي تحول إلى مبزل لأن المياه اللي بيه آسنة بالإضافة إلى هاي الحشائش اللي بدت ترتفع داخل النهر لعدم كريه هذا النهر نهر ديالة في السنوات السابقة استوعب ما يقارب 800 متر مكعب بالثانية وارتفع ما يقارب 28 متر وبدأ يهدد مدينة بعقوبة لأن بحيرة حمرين كانت تمتلك مياه ما يقارب 3 مليار متر مكعب لكن بقرار مفاجئ تم هدر هذه المياه ومن ثم بدأ نهر ديالة ينخفض لحين وصول نهر ديالة بالوقت الحالي إلى مترين مكعب من بحيرة حمرين في الثانية من 800 متر مكعب بثانية إلى مترين أيضا تم تعزيز هذا النهر من مشروع نهر ديالة من مشروع أسفل خالص إلى نهر ديالة بأكثر من مترين يعني ما يقارب 4 متر مكعب بثانية أي أقل من 1% من استيعاب هذا النهر ومن تفاعل الجمهور العراقي حول هذه المواضيع نقرأ على فيسبوك بعض التعليقات يحيى المعموري علق وقال والله دمروا المزارع مومي عبالك ميمة جاري بس هاي كلها سبب الحكومة هي خطة سياسية حتى ينهون ويقضون على الزراعة وعلى البساتين نهر ديالة بس الله موجود حسن الشبلي يقول لقلة المياه إنهائها زراعيا ترحيل أهاليها بسبب عدم وجود المياه فيها لكن الله موجود على كل من أرادها الظلم أبو الجود يقول غير لو أكو حكومة وطنية تحكم العراق يقول حكومة ملتهية بمكاسبها ويقول القادم والقادم الله يستر منه فؤاد عزاوي يقول عمرنا بحياتنا ما شفنا نهر ديالة جف ألا هذه الحقبة من الحكم المظلم معنا اتصال من أربيل أبو عبد الله أرحب بك أبو عبد الله تفضل أبو عبد الله مرحبا بك أبو عبد الله أهلا وسهلا بك أحييك وأحيي المشاهدين حيا كلا يا أهلا بك تفضل أبو عبد الله ماشاء الله يعني مشوقة يعني مادري شلون المهم أستاذ احنا حربنا ويا إيران بدأت من الثمانين للثمانية نعم توقفت الحرب كوذل كانت عندنا حكومة وطنية وحكومة دافئة عن العراق وعن شعب العراق وعن مياه العراق وعن سماع العراق نعم وعن الفرج العراقي وعن حق الفرج العراقي انقضعت الحرب هاي من الثمانية لثمانية تخرج للألثين وثافة حتى نحن من الثمانية والحد الآن نحن حالة حرب معاقب غير معلمة حرب عن طريق أدواتها عن طريق عملائها يعني أستور والله يمكن البالة من قتله من الثمانية والحد الآن إلا بمشارة الميليشيات والأنهار والماء والتبهيرات والمصار يمكن والله لو مستمر للحرب حتى الآن هل قد نشع لنا خصائر مم قد خصائر ضعوا أستاذ نعم الآن هسا دي يستعملون دي يستعملون أدوات قانونية بروا المحكمة التحادية اللي أقل صلطة وأحكامها باسة وملزمة للجميع مم أستاذ طلعوا قرار أنا مو قضية دفاعا عن أقلين كردستان لا والله لا تحصلنا أقل من الغد الآن عراقي أنا أتشرفي عراقي ما أتشرفي بأي خومية بأي شيء أنا مجرد عراقي أنا إنسان الله خالقني وأحبب بغرب العاربي ما عندي إله آخر إلا كنت إذا عربي إذا شيحي إذا كما عندي المهم المحكمة التحادية طلعا قرارات يعني متحفة يعني حسب نقول حسب شعب العراقي يعني الغدي يفهمها إنه هاي المتلحيث والمشكلة بالإعلام لما يحسون يقولون إحنا ما نقصد نجب أن نقصد المحكمة التحادية أنا أقولها يمكن أول واحد أما أقولها المحكمة مسيّسة المحكمة عميلة تحتاج بيان رقم واحد وهجمه على المحكمة اللي هي نهيلة خصوة بالقرار شو أصدق صلع أنت القرار قالت أنت قرار من المحكمة أنه في الزين لازم يحن أحدث شوف لما صارت المشكلة إنتيار صدري الشعب أنت القرار الثاني قالوا إحنا نقدر إذا نحف نتراجع عن بعض القرارات في شبيل مصلحة الشعب والوطن نعم الحكمة وحكمة راتبها الحالم جاعب الحالم ماكو أكل ياصلون جين هلتنا ننتشر هاي متاهد يعني تقسيم العراق نعم وشتوها وأنا أطالب هاي من الصدريب وطالب بنشتح بالعراق ومن التشرينيين وكل مواطن شريف وكل مواطن حراق لاحب قوية لاحب مذهب احنا كنا الاتحادين يكسروها على روسهم على روسهم وأنا أقولهم أنا أبو عبد الله من نبيل وأتحداكم مش مستوى نستوى أنا بس عندي أول واحد لاحب أتحداكم أنا أشكرك أبو عبد الله من العربي كان معنا معنا أبو أحمد من لندن أبو أحمد نحن دائما بالبرنامج نطرح هذا التساؤل اللي أتكلم به وزير الموارد المائية قال بأنه العراق هذا صار لطبعا الكلام سنتيا وسنة العراق بصدد رفع دعوة في الأمم المتحدة على إيران بسبب غلقها لروافد الأنهار من إيران قادمة من إيران وفتحها المبازل وتضرر الأنهار بالعراق بالجفاف وكذلك التلوث وارتفاع نسب الملوحة وين الوزير عن وعده برفع دعوة قضائية رفع شكوى إلى الأمم المتحدة تحيير لك سلام وعلى قناتكم الوطنية أنا أريد أن أتعلق أول شيء على مسألة تحيير الغدير إذا تسمعني وبعدين تبعا نعرر تعالب الحمراء أول شيء العراق بيه قانون بس القانون معطل والدليل والدليل أين قاتل مدير بلدية كربلا المهندس المرحوم عمير الخطاجي تذكر الحادثة كيف تم رمي بصورة واضحة وقتل أمام الناس وين هذا القاتل طمطمة ما حد يتربيوين لأنه تابع لأحد الأحزاب بل لذلك موتوا الموضوع وتناسب يعني أكو قانون بس محطة الكليين وبيد الأحزاب هم اللي يصرفون كما يشتهون وكما يشهون هذا واحد نرجع للتحالي بالحمراء هذه إحنا نتفقين أنه الدولة ما أكو أصابها أوكي بس نحط حلول الحلول يجب على الدولة الآن عمل خلية أزمة من وزارة الموارد المائية ووزارة الصحة البيئة مجلس محافظة البصرة شكو شخص يفتهم دعوة عامة للجميع من يفتهم بعد الموضوع أجمعهم في هذه خلية الأزمة أخذ نماذج وبما أنه الآن منسوب المياه شق العرب ودجلة والفرات هذه فترة ذهبية لتنظيفة وتجريفة وإزالة كل الطحالب اللي موجودة من عده نجل الموضوع الثالث أقوى قوانين دولية في توزيع المياه العملية مفوضة العراق الوحيد ما مهتم بهذا الموضوع يعني نحن أدنى جيران تركيا وجيران إيران أدنى موارد موارد مائية من عدهم تجينا منابع ما تجي من عدهم نعم يجب أن نحتكم إلى القانون الدولي في توزيع المياه لأن المشكلة وزيرنا ما يدري أصولك عابا وين يعني موارد أصولك عابا وين نعم ما يدري أصولك عابا وين يعني أنت سعدك قانون دولي أنه هذه ذجلة والفرات ينبع من تركيا هذه بعض المنابع تجي من إيران أجي أكو قانون دولي أروح أحتكم إلي أنه أنا عندي حصة أين حصتي هاي عندي 41 مليون هاي الواحد بقى 40 مليون مطلوب لكل واحد باليوم متر مكعب واحد هاي المتر المكعب 41 مليون متر مكعب باليوم هاي كلها يجب أن تحسب للأسف هاي مغيبة مئة بالمئة يعني إحنا دولة صارة أكثر من 10 تشهر ماكو دولة ماكو حكومة طالي ذلك الوزير يقول لك أنا وزير تفريف الأعمال بس أستنم رواتب وهاي وما أقدر بن لندا كان معنا معنا أبو عبد الله من صلاح الدين مرحبا بك معنا أبو أحمد وانقطع الانتصال مع أبو عبد الله من صلاح الدين نعم نذهب إلى موضوع آخر بالتوازي مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العراق رافقها انقطاع في المنظومة الكهربائية في عدد من المحافظات وعبر أهالي قضاء الرماثة في محافظة المثنى عن استيائهم الكبير من القطوعات الكثيرة بسبب النقص الحاد في كميات الغاز التي توزع على أصحاب المولدات ليغرق القضاء في ظلام دامس فلنتابة والله سيكهربائها ماكو وهي عندنا أطفال يعني وش اسمها وجوحار تدري بي لازم يوفرونهم غاز ذهل المولدات ماكو والله كهربائها حسنا ورعا ماكو المولدة طافية وكهربائها ماكو يقولون بالنسبة للغاز ماكو والله صراعا كل شيء الوضاع تعباني يعني كهرباء موكومات توفر بصورة مستمرة يعني إذا كل الساعتين أو أقل من الساعتين يطونها في اليوم واليوم المولدة ما يشغل يقول الغاز ما يوفرنا يوم مجاناً وإحنا ما نقدر نشغل الصراح واليوم الحلصة مالتنا خلصت مال للغاز نقطعوها لنا الصراح صالها ساعتين أكثر تقريباً بالساعتين الوضعية هاي تعبانا شوفت أطفال عندنا صراح أطفال خدج عندنا الجو حار وأمراض عندنا أبوي الصراحة والدي مريض حتى تعبانا كل شيء نريد أن نطالب بلكة الله يوفرنا الجازة للمولدات حتى يشغلون بصورة مستمرة وكهرباء بلكة الله يحسنونها يعني وضعية تعبانا كل الصيف يعني أسوأ من الماضي نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع استمرار معاناة الشعب العراقي مع انقطاع التيار الكهربائي محمد الشهر يقول والله وكت العراق عايش على المولدات أما أبو حسين الرعيف يقول بلد النفط ما بي كهرباء تعليق آخر من صادق لجحيش يقول كهرباء ماكو مي ماكو صحة ماكو غذائية ماكو شكو ماكو كل شي ماكو يقول أبو أسامة الخفاجي يقول أساليب وتثن في مضرة الناس ما نزل الله بها من السلطان دعونا نذهب إلى ملف آخر حيث كشفت وزارة التخطيط العام الماضي عن وجود قرابة أربعة ألاف مجمع أشوائي في العراق ربعها في العاصمة بغداد وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي بأن هناك أربعة آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق تضم هذه العشوائيات خمسمائة واثنين وعشرين ألف وحدة سكنية أي أن هناك خمسمائة واثنين وعشرين ألف أسرة تعيش في هذه العشوائيات وأضاف أن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائيات هي الربع وبواقع ألف واثنين وعشرين عشوائية تليها محافظة البصرة بواقع سبعمائة مجمع عشوائي لافتا إلى أن أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع ثمانية وتسعين مجمع عشوائي والنجف بنسبة تسعة وتسعين مجمع عشوائي وقد شكى مواطنون من أهالي منطقة الجزيرة في قضاء شط العرب من توعد قائم مقام القضاء بإزالة منازلهم التي يسكنون فيها على الرغم من امتلاكهم طابوا صرف وناشدوا الجهات المعنية لحل معاناتهم دعونا نتابع هذه الصورة أسعد العيداني بالتدخل السريع بالنسبة أستاذ أنت قلت اللي عنده بستمسك واللي عنده طابوا يقدمه قدام القانون وإحنا هذا القانون أستاذ دني دنيت الكاميرا دعونا نشوف أستاذ أستاذ العيداني إحنا هذا طابوا صرف وأستاذ قائم مقام أحيدار يقول لي ألا مبلشت وهذا تجاوز على المواطن هما والبلدية ونرجو منك أستاذ أسعد تدخل بشؤون الناس البغرة وإحنا ناس كسبة أرض ملكنا وإحنا ناس كسبة ما نقدر نخلينا بلوكن فيها وقاعدين صارنا 60 سنة في هذه الأرض وأرض ملك صرف وهذا الطابوا أستاذ طلعنا العام من الطابوا 2021 في شهر السابع وهذا الطابوا مستمسك إنه دليل قاطع لكل واحد ظالم يطلم حق المواطن نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع وإزالة بعض المنازل في محافظة البصرة يوسف الهاشمي يقول إذا عدكم سند يعني طابوا ما من حق أي واحد يفلش بيتك يجب التعويض قبل الإزالة أما علي المغامس فقال العيداني مستعد يفلشها المهم ما يعطل عنده مشروع عمي حاميها حراميها أحمد الرياني ها أسعد العيداني النوب رجعته على أهل البصرة أنت مو تقول أهل البصرة أحق بمدينتهم لك الله يلفق يرى علي يقول إذا ظهرك قوي أمورك تمشي نعم دعونا نذهب إلى تقرير عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين حول الصمت الحكومي أمام كارثة اندثار أهوار العراق كما حذر نشطاء البيئة من جفاف الأنهر والأهوار في العراق ولكن من دون أن يلاقوا أي اهتمام من حكومي أو دولي لمواجهة هذه الكارثة البيئية المزيد في سياق هذا التقرير مساحات مائية واسعة تختفي من خارطة العراق لتتحول إلى أرض جافة تحيل كل نبات يابسا بعد أن كان مخضرا بعد أن كانت مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية في ظل صمت حكومي رهيب اليوم هنا ونأشف لما يحدث نفيه هاجر الإنسان بحثا عن الحياة ويموت الحيوان نتيجة الجفاف يواصل المدونون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بإنقاذ أهوار العراق من الجفاف الذي يضرب بقوة مساحات واسعة من المسطحات المائية التي عرفت عبر التاريخ بتنوع الحياة فيها إرث لم يسلم من الدمار حاله حال كل جميل في البلاد بعد أن تسببت إيران بتلاشي هذه المسطحات عبر قطعها لروافد المياه المغذية للأهوار ومنها هور الحويزة الواقع على الحدود معها والذي تلاشت مساحات واسعة من مياهه فضلا عن الأضرار التي لحقت بهوري تشبايش من جراء ذات الأسباب إذن هي جريمة تمارس ضد التاريخ بعد إهمال الأهوار وتركها تواجه مصير الجفاف وسط مخاوف من إخراجها من قائمة التراث العالمي لليونيسكو بعد الآثار الكارثية المترتبة على هذا المعلم البيئي الذي يميز العراق عن سواه من دول العالم إلى جانب ما تتركه من تبعات سلبية تثقل كاهلة أكثر من ستة آلاف أسرة الريفية تعتمد في معيشتها على تربية الجواميس هذه الجواميس التي بدأت تنفق بالمئات والتي تستخدم صور مفوقها للدلالة على حجم الكارثة البيئية أضحت هي الأخرى سببا للتلوث ولتفشي الأمراض الخطيرة واضعة مستقبل الأهوار وتنوعها البيئي على المحك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سبباة الترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أي صوت عراقي حر يصبح بالحق هو عدو لهذه الطبقة السياسية المتربعة على صدور العراقيين هؤلاء كخفها فيش الظلام لا يحبون أن تسمع آذانهم أصوات الحق وإن كان منهم أنا لدي صديق تيد موسوي وفقه الله يقول حوردت في العراق بكل ما تعني الكلمة لأني كنت دائما أنبه على المصائب التي جلبها المعممين وجلبها هؤلاء الناس الذين حكموا العراق بسببتين الحمد لله رب العالمين أن هذا الشخص حكم بسنة واحدة ولم يتهموه بأنه إرهابي ويرصقوا به تهمة تفجير فلان مقد أو فلان حسينية هذا دليل على أن أمة قد استجاب الله لدعائها أخي الكريم ماذا قدمت هذه الطبقة السياسية للعراق سوى القتل والسجن والتغييد نعم اليوم هذا اليوم صباحا يتصل بأحد الإخوة من البصرة يقول يقول والله دكتور لا نعلم كيف سنكمل هذه السنة يقول الطفل الصغير الرضيع لا نستطيع أن نعطيه ماء من نعمل له هذه القنينة المنية حتى يشرب من الماء مالنا يقولوا إحنا نشرب ماء تيزاب يقول الجارة الأرجنتين بسرعة عامة أغلقت علينا الموارد النهرية وتلقي في شط العرب تلقي السموم الكيميائية التي تنتجها بعض المصانع وبعض المصافي في المحمرة وفي غيرها وفي غيرها نعم هؤلاء الطبقة السياسية عدوهم الشعب لأنه عندما نرى الشعب العراقي يعيش هذا الواقع المأساوي هذا دليل على فشلهم فهم الحل الأمثل لهم أن يتخلصوا من هذا الشعب والحمد لله رب العالمين أنه الشعب وعى أكثر والشعب أصبح مصر على إزالة هذه الطبقة أنا أوجه من خلال من بركم الشريف أوجه دعوتي لكل الإخوة العراقيين لا يجوز بأي شكل من الأشكال السكوت والتهاون على الظلم الذي يقع على العراق الظلم لا نواقع على البصرة وواقع على بغداد وواقع على أهل الموصل وواقع على أهل الرمادي وواقع على أهل النجس قبل أهل البصرة عليكم أن تهبوا هبت رجل واحد إخوتي الكرام عليكم أن تخرجوا مع المظاهرات الموجودة العراقية ولا أقول الصدية لكي تكشروا احتكار الإبارة التنفيذي لا يجلبوا للعراق ولم يجلبوا ولم يجلبوا مستقبلا سوى الخراب والدمار انظر حال ديالة ماذا ينتج العراق ينتج أكفان وينتج بقادر وينتج تجهيد مع الأسف أنا أشكرك أخي أحمد من ألمانيا كان معنا وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله شكرا لكم